رسائل الى ميلينا هي رواية للكاتب الشهير فرانز كافكا تتحدث الرواية عن شخصية رئيسية هي ميلينا التي يدرك كافكا مشاعره تجاهها يتم تقديم هذه المشاعر من خلال سلسلة من الرسائل التي يكتبها كافكا لميلينا تستكشف الرواية علاقة كافكا العاطفية المعقدة مع ميلينا وتظهر تأثير هذه العلاقة على حياته الشخصية تتناول الرواية عدة مواضيع مثل الوحدة والاختلاف والاهتمام والتبادل العاطفي إنها رحلة عاطفية الكافكا في محاولة لفهم علاقته بميلينا وتعاسة العزلة والإبداع المشترك بينهما تعتبر رسائل إلى ميلينا واحدة من روائع كافكا حيث تعرض بأسلوبه الفريد مواضيع عميقة ومعقدة تتعلق بالحب والألم والعزلة تاركا للقراء المسألة المركزية حول طبيعة العلاقة بينه وبين ميلينا لتفسيرها حسب فهمهم الشخصي وتجربتهم الحياتية